ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع بتصدير إيران صواريخ باليستية إلى روسيا وطلبوا إيران بوقف دعمها للحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا لافتين إلى أن هذا الدعم يهدد أوكرانيا والأمن الأوروبي والدولي على نطاق أوسع وأضاف الوزراء في بيانهم بأنهم ملتزمون بمحاسبة إيران على دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا وسيتخذون ضدها إجراءات جديدة ومهمة